بالتالي زي ما قلت لكم كده وصلنا لنقطة ان الجلطات الوريدية في اول 3 شهور ما فكتش لو الجلطات الوريدية ما فكتش في هذه الحالة بنعمل ايه؟ بنيجي نعالج المريض نعالج المريض ازاي؟ عن طريق الحقن اللي قالته الحجم محمد في الاول ايه حكاية الحقن دي؟ والله يا جماعة لما بيحصل ان بيحصل الانسداد في الاوريدة ده بيغير الكيميا بتاعت العين فبيطلع مواد كيموية في العين بتساهم فيه ان العين بتبقى مش مستقرة دنيا مش حلوة النظر مش كويس الدنيا عطشانة الارض مش جاي لها كده لان احنا اما بيحصل الانسداد في الوريد بعد شوية ما يوسع وبعد ما يطلع الدم مرة برا برا في الانسجة يقول في الشريان سوري يقول للوريد اللي جاي من القلب يقول نابس ايه؟ بنراح عليه شوية حواديك فين؟ الدم اللي جاي ده كله حيروح فين؟ اهدى شوية فالوريد يروح مقابض فالغيزة بتاع الانسجة يقل؟ اوتوماتيك يقل يبتدي يحصل مضاعفات اشهر هذه المضاعفات اللي اتصر بعد ثلاث شهور المياه الزرقاء او ارتفاع ضغط العين الثانوي اللي هو بيبقى معاه قلم شديد في العين بيبقى معاه ضعف في الانسجة اللي بتغذي العين بيبقى معاه ضغط العين عالي جدا وده من اصعب الحاجات اللي احنا بنعالجها كاسباب للمياه الزرقاء الثانوية او ارتفاع ضغط العين ده رقم واحد رقم اثنين بيحصل ان مركز الابصار بيبقى فيه كأنه زي عامل زي النشافة كده ورقة مركز النظر اللي بنشوف فيه اللي هو جاي في مركز الابصار خالص ده سمكه اقل من متين مايكرون يعقل من اثنين من عشر من ميلي كل اللي احنا بنشوفه مستمتعين بيه ده ربنا مجمعه في ميلي ونص فيه سمك متين مايكرون فده بالتالي يحصل في ارتفاع الشهاتي عامل زي عامل زي ورقة نشافة كده اللي تروح شربة مياه شربة مياه دي يساوي ضعف شديد في الابصار وعشان كده برضو احنا بنحقن داخل العين مواد كيموية تعادل المواد الكيموية اللي بتطلع نتيجة الجلطات والاحتقان اللي بيحصل نتيجة انسداد او الجلطة الولدية اللي بتحصل في العين اشتركوا في القناة